اللي وعدنا به الإخوة محمد بن حريب كان السعنة محمد بن حريب السعنة نعم أيوة طبعاً هو لا شك أن مسألة تهذيب واختصار الكتب المطولة هذا الطريقة وجدنا مألوفة عند العلماء هذه لا إشكالة في هذا الكلام لكن الكلام مين حسن؟ من المختصر؟ وما هو جودة الاختصار طريق الاختصار أهمية الاختصار لأنه كانوا لما يختصرون كان لهم قصد في الاختصار ما هو يعني ما كانوا يختصرون عبثاً أصلاً من قديم غالباً لأنهم كانوا يسافرون وينتقلون فيحتاجون إلى أصل الكتاب فيكون أصلاً المادة التي هي معروفة معروفة يحتاجون ما ليس معروفاً عندهم فيختصرون ويبدأون حتى يسهل نقله إلى الكتاب يعني فينقل المختصر وكثير ما بقي المختصر ورحب الأصل عندنا هذا كثير يعني موجود الكلام على جودة المختصر وطريقة الاختصار والمحافظة على فكرة الكتاب الأصلية اللي قام عليها أصل الكتاب العلامة الكبيرة ابن القيم رحمه الله شروحه وكتاباته مستفيدة في أعمال القلوب وطريقة السالكين والمنازل إياك نعبد إياك نستعين بكل شرء كتب يعني هو طريقة هذا يعني استفاضة والاستطراب في كتابه العظيم مداري السالكين شرح فيه كتاب المنازل الهروي وكتابه مشهور أيضاً وهو في هذا الشرح يتعقب كثير الهروي ويذكر ما عليه أهل السنة ثم يذكر عليه ما وقع فيه في هذا الباب من سواء تفريط عند أهل الإفراط أو أهل الغلو من كل البابين وهو يجب عن كثير من الإشكالات وفيه هناك تحريرات علمية وجمع بينها إشكالات وجوابات وأشياء كثيرة الكتاب عظيم ومطبور وطبع الآن طبعاً قلنا المحقق إن شاء الله سنعرضها من داري السالكين طبعاً إخواناً دار عالم الفوائد ولكن هذا الكتاب الآن بين يدينا قام فريق وعمل عندنا حوالي حسن ستة أو سبع مختصرات ومهذبات للكتاب كلها معاصرة لكن هذا الكتاب لأول مرة يخرج قام عليه فريق عمل كل السبق جهود فردية هذا فريق عمل قام عليه خمسة من إخواننا الفولالاء المشايح وهم من باب حفظ الحقوق الإخوانية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز المحيميد وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن عبد الله التركي وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حازم بن عبد الرحمن البسام وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن محمد الخويتر وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبدالله الحميد هؤلاء الخمسة فريق العمل قاموا باختصار الكتاب وسموه تقريب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله وطريقتهم كالتالي أنهم حافظوا في دار ابن الجوزي أيضا مطبوعة دار ابن الجوزي مطبوعة دار ابن الجوزي حافظوا على عبارات الأصل وكلام ابن القيم يعني لغته عباراته كما هي ما تصرفوا فيها يعني ما تصرفوا في لا بدها ولا بتغيير ولا بشي حافظوا عليها إلا أنهم فعلوا أنهم حدفوا المكرر من كلامه سواء ما استطرت فيه علميا ما تكرر من كلامه يحذفونه ما تكرر من استشهاد سواء استشهاد بآيات أحاديث أبيات شعرية فإنه خلاص التكرار يحذفونه حدفوا المباحث العقدية والفقهية والنحوية والبلاغية مما لا يرتبط به بالفوائد الإيمانية لأن أصل الكتاب قائم على أعمال القلوب والتدرج في منازل العبودية لله عز وجل هذا الأصل عندهم هم يريدون بيان هذه المنازل وكيف تترقى إيمانية بالعبد لو قرأ مثل هذا الكتاب هذا القصد يعني الباقي استطرادات مباحثات وردود وشيء بذلك طريقة من القيم يعني حذفوا كل المشكل من كلام الهاروي حذفوا وكل تعقبات الإيمان بالقيم عليه أيضا حذفوا لأن هذا ما نحله الردود كل الردود على الطوائف وغيره أيضا ليس معنا هذا لا يدخل جعلوا الكتاب مجردا فقط لما الغاية التي جعل إليها أصل الكتاب وهذه الطريقة حافظوا على أهل أصل الكتاب ولم يتدخلوا فيه ولم يضيفوا إليه شيئا ونقلوا من كلام الهاروي ما يحتاجوا إليه أصلا في شرحه ونقلوا كلام القيم كما هو وأضافوا إليه فقط مجرد التعليقات التي يحتاجوا إليها وخرج في مجلد ضخم لاحظوا معي الطريقة ها هذه الطريقة وإن شاء الله يبالي لإخواننا شوفوا الطريقة مثلا هذه منزلة الرعاية طبعا المنازل التي أصلا فيها إشكال بالكامل حدفوها ما ذكروا بالكامل وذكروا في المقدمة المنازل المحدوفة بالكان ما هي لأنه أصلا ذكرها بالقيم ولا يقر بأنها أصلا منزلة من المنازل العبودية شوف لاحظ معي هذا كامل القيم قال يأتوني شوف هذا من قارصة منازل يذكرونه ثم شرح من القيم عليه يذكرونه ويضعون له عنوين جانبية من باب تيسير وصول المعلومة ومن باب فهرسة معلومات يعتبر عندنا حتى الآن من أفضل تقريبات واختصارات ومهذبات مدارس للكي بن القيم وينصح به لأنه قام عليه لجنة لما اختصروا الكتاب وزعوا الكتاب عليه من خمسة ثم أخذ كل واحد عمل آخر يراجع براه ثم جمع الجميع ويعطي لمجموعة ثم رجع عليهم وراجعوا مرة أخرى ثم يعطي مجموعة أخرى لاحظ كلهم بغية الوصول إلى أفضل وجه أفضل إبرازة للكتاب وفقهم الله كتاب في مجلد ضخم من أصدار الدار ابن الجوجي